أستاذ أسام بما أننا بنتكلم عن المباراة الآلي والزمالي خلينا نبدأ برضو بكلامنا عن التحكيم رأيك في وجود طاقم تحكيم مصري لهذه المباراة الحقيقة يعني كنت أتمنى ولازلت أتمنى أنه إلى حين يعني دخول التحكيم لمصر بمعنى المفهوم يعني رغم أنه هناك على مستوى الأفراد ناس لو دخلت بقى المكينة ممكن نسعد بوجودهم هي أسماء لا تتعدى الثلاثة أربعة من الآخر يعني وربما وجوه جديدة أخرى لكن أتكلم على الناس في صدارة المشهد لكن طبعا يبدو أنه بنهمل تاريخنا وناس بتحترم أكتر مننا زي الرجل يعني حتى لو لم تصر له بعد أمارة بريرة اللي مصمم أنه جاءت فرصة طيبة لاستخدام التحكيم المصري بما دمت المباراة نتيجة المحل بيقول أن هناك كبير فاز والنادي الآلي وبالتالي القمة صحيحة تبقى رقميا هي الكلاسيكو العربي الأفريقي اللي له رقم دولي وأتمنى أن الناس تفهم ده كويس وكمان عايز يدي الفرص لكن كنت أتمنى لحماية ما تبقى من أملنا في تحكيم أنه يكون تقم أجنبي إنما الآلي بيعاول كثيرا على فكرة إذا كنتوا طروا أن مصر بحاجة لأنك أنت يكون القرار ده شامل إنه تعافي زي ما قال حكيم على فريق الكرة على تعافي التحكيم أنا معكم حتى لو الموضوع جاء عليها شوية إنما في الآخر لما تشعر أن الآخر أو منفسك بيقول أن التحكيم الأجنبي هو مناصي وهو يعني متفهمش إزاي الأرقام تؤكد أن مع التحكيم الأجنبي الآلي لا يضيح حقه حتى إذا خسر النتيجة الآلي مقر وماضي وموقع كل الاتفاقيات القرية والمحلية والدولية على أن المنافسات لها ثلاث نتائج إما أن تفوز أو تتعدل أو تخسر ما عندوش أي غضاضة والدليل أن عمره ما بيغير على خلفية نتائج وكذا وبالتالي أنت النهاردة لم تستكمل المواجهة أخشى أن التحكيم يتأثر في المباراة دي مش عشان النتيجة النتيجة تطبقى دائما لصالح المجيد أيهم يعني لكن في الآخر يا لصالح المجيد لكن أخشى أن السيناريو ده كابتن إسلام يكون سهل على اللي عايز يرمي طوبة على القمة ولا يأخذ في الاعتبار أنها قمة عالمية وأن علمنا العربي في أقل تأدير والشرق أوساطي كرويا بيتابع كمة الأهلي والزمالك دي بقى الحالة اللي فعلا لا تحتاج صمت الإعلام على الأقل أنك أنت تبقى عدد العدة أن اليوم ده ما يعديش كما نتمنى هيعدي على خير احنا في مصر الكبيرة قوي ممكن تيجي تقول على مصر الكروية حاجات كتيرة لأن من يقود لها استحق إنما لما نتكلم عن مصر الكبيرة هي قادرة أن اليوم هيعدي على خير عشان كده ما قلتش اليوم ما يعديش على خير لا قلت يبقى فيه خبط ورزق في الصناعة دي طوبة تلقى لا تستحقها أبدا الحالة في الجمهورية التانية الحالة في الشرع المصري الناس عايزة تستلهم أي شيء يركنوا ليه إنه يستحق بالفعل التواجد والحضور وكذا هل هيقدر من وافق على تحكيم مصري أن يحمي الحكام المصريين أتمنى اشتركوا في القناة